بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل اليوم التطبيقات على خصائص المواع وخصائص عن خاصية الفيزوكوستي اللي بتنملك التطبيقات في الهندسة الميكانيكية بناخد المثال اللي قدامنا ده بيقول لي liquid of kinematic physicist بديني قيمة الكنematic physicist and specific weight بديني قيمة الspecific weight fill the space between large stationary plate and the parallel plate of 475 mm square the film second speed is 1 mm if the smaller plate is to be pulled with uniform velocity 4 meter per second determine the force required to pull the plate if the film is maintained at all لما ننبص عندنا نحن عندنا بلايت ثابت وبلايت متحرك يعني تطبيق مباشر على قانون نيوتن على طول يبقى الفورس اللي احنا بنجذب بيها زي ما شفنا في شرح أثناء المحاضرة عندنا البلايت عندي الفورس هتبقى الف بتساوي التاو في الاريا يبقى انا عند البلايت السابت وعند البلايت المتحرك وباكزب بقوة ف بطبق قانون نيوتن اللي احنا درسناه يبقى التاو عبارة عن الميو في الديو باي دي واي بضربة في الاريا اللي موجودة عندنا حيث طبعا الشير ستريستاو والميو الديناميك بيزيكوستي لما اجيبص المسألة انا عايز اعرف الدينيستي لانه هو مديني الايه الكايدمادف في فيزيكوستي مش مديني الديناميك بيزيكوستي فبابدأ اولا عندي دينيستي رو عبارة عن الاسبيسيفيك ويت على الجي طلعت قيمة الدينيستي من القانون العلاقة اللي عندنا ان نيو بتساوي الميو على الرو فبابدأ اطبق يبقى ايزا نيو في الرو يبقى الميو بتساوي النيو موجود عندي وبعد بعود بقيمة الرو يطلع عندي الناتج اللي موجود عندنا بتاع قيمة الميو والميو حدد تانيوتن ساكند على متر سكوير خلاص الفرصة تطبيق مباشر في العلاقة اللي قدامنا كل حاجة موجودة عندي قد عندي قيمة الميو وبعدين الديو باي دي واي عندي الاريا سوري عندي السرعة وعندي السمك بتاعنا اللي المسافة الدي واي بتاعتنا معطاة في المسألة زي ما احنا شفنا وبعدين عندي الاريا يطلع عندي الفورس 2.4 8.4 نيوتن يبقى احنا شفنا هذه المسألة تطبيق مباشر في قانون نيوتن على العلاقة بتاعت قانون المباشرة اللي هي بليت سابت وبلت متحرك وشفنا زي بنطبق العلاقة زي ما احنا شفنا اذا البليت السابت اذا البليت محاج وادا المسافة بينهم اللي هي بنسميها الدي واي وهنا السرعة اللي بتحرك بيها ليه السرعة اليو ان شاء الله نستكمل باقي التطبيقات على تطبيقات أخرى تهمنا في الهندسة الميكانيكية وشكرا